دكتور دبصير طب يعني دايما بعض بيسأل طيب الأهرامات دي ليه مفيش المميوات أو البلوك يعني مفروض يتفنوا فيها وده سؤال كمان علامة استفهام دايما بتتكرر حتى في الكتابات والبحوث ليه ما اكتشفناش مميوات ليه البلوك والملكات اللي بنوا الأهرامات دي طبعا الأهرامات يعني بعد عصر الدولة الأديمة حصلت صورة اجتماعية وحصلت يعني نقدر نقول سرقة ونهب الأثار المصرية مما فيها الأهرامات لو حاكب دخلت الهرم بتاع الملك هو فأطلقها في الحجرة الثالثة التابوت بتاعه موجود ومفروض مميو بتاعة الملك كان فيها عمليات صارقة آه صارقة حصل لأن طبعا يعني هم كانوا بيحاولوا يضللوا اللصوص على أساس أن هم ما يسرقوش هذه المقابر وإخفاء هذه المقابر بشكل يعني لو بصنا الأهرامات في الدولة الوسطى عملوا يعني زي اللابرينس كده يعني متاهات بحيث أن اللصوص لا يصلوا حجرة الدفن وسرقو الأساس الجنازي اللي هو موجود مع الملك أو المميو وياخدوا المميو زي ما حاك عارف لأن بتبقى موجود على حولية وحاجات كتيرة جدا ثمينة لكن لم نكتشف مقبرة ملكية كاملة أو سليمة إلا مقبرة تقطة عن قامهم فعصر الدولة الحديثة بعد كده بحوالي ألف سنة لكن الأهرامات كلها بعد عصر الدولة اللي دي ما حصلت صورة اجتماعية وده بنسميها عصر انتقال أول فتم نحب الآثار كلها وصرقتها من قبل المصريين أنفسهم يعني سرقوا كل هذه المقابر لذلك لم تصل إلينا مميوات هلاء الملوك أو الملكات